اشتركوا في القناة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الفتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حظهما وهو العلي العظيم لا إقراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع ناليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسأها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ولا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقة لنا به وعفو أننا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حسد ومن شر حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حسد ومن شر حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات ومن شر حسد ومن شر حسد ومن شر حسد ومن شر حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوساث الخناس الذي وفص في صدور الناس من الجنة من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوساث وفص في صدور الناس الذي وفص في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس من شر الوساث الخناس الذي وفص في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وسط فأتم علي نعمتك وعافيتك وسطرك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وسط فأتم علي نعمتك وعافية وسط فأتم علي نعمتك وعافيتك وعافيتك وسطرك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وسط فأتم علي نعمتك وعافيتك اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وسط 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 وعفيتك وفطرك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر dan di waktu pertama dibaca اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله وبحمد أدد خلقه وارضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمد أدد خلقه وارضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمد أدد خلقه وارضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي ليضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي ليضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيء نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيء نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيء نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بك لمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بك لمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بك لمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الذين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الذين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الذين وقهر الرجال اللهم أعفني في بدني اللهم أعفني في سمعي اللهم أعفني في بصري اللهم أعفني في بصري اللهم أعفني في بدني اللهم إني أعوذ بك من القفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من القفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من القفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وعن أبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وعن أبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد أبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك اللهم صل على سيدنا محمد أبدك ورسولك أبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك اللهم صل على سيدنا محمد أبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤكي الملك من تشاء وتنذئ الملك من من تشاء وتعذ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج النهار وتنج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنان الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد الشيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المولى ونعم النصير اللهم إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ نَحَارِكَ وَإِذْبَارُ لَيْلِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ Dan jika petang dibaca اللهم إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِذْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لَنَا يَا أَلَّهِ فاغْفِرْ لَنَا يَا أَلَّهِ فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب أن هذه القلوب كان اجتمعت على محبتك والتقى ثلاطاتك وتوحدت على دعوتك وتآهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها صبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين 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 وصل اللهم على السيدنا محمد للأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر